كيف تستثمر وقتك في شهر رمضان المبارك؟ وما هي الخطوات التي ينبغي أن نقوم بها لاستغلال وقتنا بشكل إيجابي؟ سنعيش اليوم أخي الحبيب مع عشر خطوات تجعلك أكثر سعادة تجعلك تتذوق حلاوة الصيام ولذة العبادة تجعلك أكثر أطمئناناً وصبراً في هذا الشهر الكريم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى ألي وأصحابي أجمعين أيها الأحبة أهم خطوة ينبغي أن تتحلى بها ويتميز بها الصائم حقيقة هي الصبر كثير من الناس يفقد صبره في شهر رمضان مع العالم أن هذا الشهر الكريم هو شهر الصبر طبعاً الصيام أخي الحبيب لا يعني الامتناع عن الطعام والشرب هذا أدنى درجات الصيام على فكرة أن تمتنع عن الطعام والشرب الامتناع عن الكذب هذا نوع من أنواع الصيام الامتناع عن النظر إلى ما حرم الله هذا نوع من أنواع الصيام يعني نأتي لرمضان ونشغل ليلتنا ويومنا بمشاهدة المسلسلات والأشياء التي لا يحبها الله ولا تنفعك أمام الله أنت ستأتي يوم القيامة أخي الحبيب وتقف أمام الملك سبحانه وتعالى ستقرأ كتابك وأعمالك وكل ما شاهدته انظر معي أخي الحبيب أو سمعته أو نطقت به حتى حركة اليد هذه حتى الفكرة التي تخطر ببالك مكتوب في كتابك أنت من يكتب هذا الكتاب تخيل أنك تأتي يوم القيامة وتجد في كتابك هذا الاستماع للأغاني للمسلسلات اللهو العبث الكلام الفارغ تجد كتابك فارغا فعلا تخيل هذه اللحظة وتخيل أن أمامك الآن وقت قصير لتملأ هذا الكتاب لأننا لا نعرف متى يأتي الموت فإذا وأنت الآن في بدايات شهر رمضان ينبغي أن تستعد للقاء الله تستعد أن تلقى الله وتقرأ كتابك ليكن هذا الشهر مناسبة أن نملأ كتابنا بأشياء نحبها بأشياء تجعلنا نفرح عندما نرى هذا الكتاب يوم القيامة لا أن نهرب من هذا الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا إذن أخي الحبيب أول شيء قلنا الصبر يجب أن تعود نفسك على الصبر الصبر على أذى الناس الصبر على أذى الأقرباء الصبر على القلة الصبر على طاعة الله الصبر على قيام الليل وهكذا الخطوة الثانية المهمة في هذا الشهر الكريم التسامح أنا أؤكد دائما على هذا الموضوع لأننا اليوم للأسف للأسف فقدنا هذا الأمر التسامح التسامح أخي الحبيب ربما يكون أجره أكثر من كل العبادات التي تعرفها العبادات الجسدية يعني الصلاة والحج وكذا لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فإذن هذا العمل أن تتسامح مع الناس هذه خطوة ثانية الخطوة الثالثة الحب في الله ليكون هذا الشهر مناسب أن تحب لله كيف نحب لله أو نحب في الله لنتخلى عن مصالحنا المادية التي تنتهي مع انتهاء الدنيا نريد علاقات أيها الأحبة تستمر بعد الموت للأسف اليوم علاقاتنا تنتهي بمجرد انقضاء المصلحة حتى الهاتف أحيانا تجد شخص لا يرد على شخص آخر بعد انتهاء مصلحته المتحابون في جلالي هكذا يقول الملك عز وجل في الحديث القدسي لهم منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء يعني الحب في الله أخي الحبيب له لذة عظيمة أنت حب شخص لله تخيل أن علاقاتنا كلها مبنية على الحب في الله كيف سيكون شكل هذا المجتمع الخطوة الرابعة أخي الحبيب والتي ينبغي أن نتحلى بها وهي من الأخلاق أيضا حب الخير للآخرين حب الخير للآخرين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأخيه هنا ليس الأخ من الأب والأم فقط الأخ قد يكون الجار قد يكون صديق قد يكون إنسان لا تعرفه قد يكون إنسان من ديانة أخرى لأن النبي يقول كلكم لآدم وآدم من تراب يعني أخي في الإنسانية حتى لو كان ملحد أنا أحب له الخير أحب له الهداية أحب أن ينقذ نفسه من النار فالحب هنا أخي الحبيب لا يقتصر أو حب الخير طبعا أنا لا أحب عادات والسلوك هذا الملحد ولا أحب اعتقادات هذا الملحد المدمرة لا أنا أحب له الخير انتبه هناك فرق بين أن تحب إنسان لسلوكه وتصرفاته كما يحدث كثير من الشباب يحب إنسان غني أو مشهور أو ذو سلطة مثلا مطرب فنان لعب كرة إلى آخره على رغم من أنه قد يشرب مخدرات قد يزني قد يأكل الربا في عادات سيئة جدا يحبه والمرء يحشر مع من أحب يوم القيامة لا نحن نحب الخير له ولا نحب سلوكه المدمر لأن السلوك السلوك الحادي مدمر جدا أيها الأحبة الخطوة الخامسة الكرم رمضان هو شهر الكرم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إذن هذه العادة خطوة مهمة جدا تجعلك تتذوق لذة العبادة ما الفائدة من رمضان بالله عليكم ما الفائدة أن يأتي رمضان ويمضي وبقينا كما نحن لا رمضان هو مناسبة لتغيير السلوك تغيير العادات تغيير الثقافة تغيير الحياة بالكامل أخي الحبيب الخطوة السادسة صلة الرحم يعني الله عز وجل يصل من وصل الرحم ويقطع من قطعه ولو بكلمة ولو برسالة ولو بتليفون ولو بهدية بسيطة تفرح بها قلب أم قلب أب تفرح بها قريب نحن فقدنا هذه انظر إلى الغرب أخي الحبيب حياتهم أصبحت الآن مثل العناكب العناكب لا تعيش حياة اجتماعية مثل النمل والنحل وبقية الكائنات لا العنكبوت يعيش وحيدا في الغرب هكذا يعيشون يعني إذا نظرت إلى حياتهم هناك بسبب طغيان الإلحاد لديهم أصبح الأب لا يعترف على ابنه الأب لا يعترف على أهله الأخ لا يعترف على أخيه تصور وصلوا إلى هذه المرحلة بينما من عظمة الإسلام أن الأمة كلها جسد واحد يعني انظر ما حدث أو ما يحدث الآن في غزة مثلا في فلسطين المباركة كل العالم الإسلامي بقلوبهم يتعاطفون مع هذا الحدث والله هذا لو حدث في دولة أخرى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يعرفون التعاطف حياتهم مادية بينما نحن نجد مسلم على بعد آلاف الكيلومترات ومن منطقة أخرى وبلغة أخرى ومن عرق مختلف في أندونيسيا كلهم يتعاطفون لماذا؟ لأنها هذا جوهر الإسلام التراحم القضية السابعة أخي الحبيب لكي لا أطيل عليكم وهي أيضا من الأخلاق التي النبي أوصى بها كثيرا ألخصها لكم بكلمة لا تغضب لا تغضب الغضب أكبر مدمر للوقت مدمر للذة العبادة يجعلك تفقد أي حلاوة أو لذة ناتج عن العبادة في البيت أزعجك أحد بكلمة تغضب في الشارع إنسان أساء لك تغضب هذا الغضب أول شيء يدمر القلب النوبات القلبية القاتلة غالبا ما تأتي بعد نوبات الغضب بساعتين أو أكثر فالغضب أخي الحبيب لو أنك تعلم ماذا يفعل بجسدك ماذا يفعل في قلبك لما غضبت أبدا لذلك هنا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاءه عربي ماذا قال له أوصني يا رسول الله ماذا قال له لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب مرارا ما هي الحكمة من هذا الحديث يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد لنا أن أكثر ما يدمرك أيها الإنسان الغضب فإذا ملكت نفسك عند الغضب حياتك كلها أصبحت في سعادة قضية الثامنة أيضا للأسف كل هذا بلاء أيها الأحبة كل ما نقوله الآن أمر واقع الصدق والكذب الله عز وجل يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الكذب يدمر الوقت لماذا لأنك لأنه يفتح لك باب الشر يعني أنا عندما أكون صادقا لا أستطيع أن أغش في تجارتي لا أستطيع أن أخدع أحدا أو أوهم أحدا خلاف الحقيقة الإنسان عندما يرتكب فاحشة أو يرتكب ذنبا أو يأكل مالا حراما كيف سيعالج هذا الأمر بالكذب إذا قيل له أين المال يقول أنا لم أرى شيئا من فعل كذا أنا لم أفعل من كذا فالكذب هو يفتح كل أبواب الشر لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا يكذب لا يكذب القضية أيضا المهمة أخي الحبيب التاسعة أنا أقول لك هذه العادات لأنها أصبحت أوبئة منتشرة في عالمنا الإسلام جاءتنا من الغرب جاءتنا من الضغط عصر المعلومات الذين عيشوا اليوم نريد أن نتخلص منها في هذا الشهر الكريم غض البصر أحدنا يجلس أصبح لدينا استخفاف نجلس وننظر إلى محرم لأن دون أن نشعر حتى أصبحت قضية عادية مع العالم أنه لا يجوز أن تنظر لإمرأة لا تحل لك لا يجوز أو لا ينبغي لك أن تستمع إلى أغنية قد تثير عواطفك تثير فيك غرائز وشهوات لا ينبغي لك أن تستمع لمقطع فيه نميمة فيه كذب فيه لصوصية فيه ما يسمى بالكوميديا الساخرة التي هي بالأساس هي استهزاء والسخرية ونميمة على الناس واستخفاف من الناس في القرآن الكريم ويل لكل همزة اللمزة للأسف الغرب نجح في تسويق هذه المادة وجعلها الأكثر مشاهدة لدينا نريد أن نتخلص من هذا الأمر أخي الحبيب ونغض بصرنا عما حرم الله لأن الله تعالى يقول قل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يستعون القضية العاشرة والأخيرة أخي الحبيب التي أريدك أن تجعلها مناسبة لتغيير حياتك ذكر الموت كل هذه القضايا التي ذكرناها الآن إذا لم تتذكر الموت لن تستطيع تطبيقه ما الذي يجعلنا نخاف من الذنب ما الذي يجعلنا نمتنع عن أذى الآخرين ما الذي يجعلنا نمتنع عن السرقة أو الفاحشة أو الزنا ما الذي يجعلنا نمتنع عن أكل حقوق الناس بكل بساطة الخوف من عذاب الله فعندما تتذكر الموت أخي الحبيب ثق تماما ستجد أنك أصبحت أهدأ وأكثر صبرا وأكثر تفاؤلا برحمة الله قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير ما يجمعون نسأل الله عز وجل أن يذكرنا دائما بالآخرة وبلقائه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق